موسيقى خارجي بكاريوستجارة وإبارة أعمال وخدت بقى الموضوع الموهبة دي من عند ربنا يعني من لوحدها كده ابتديت ان انا مثلا ايه الحاجات اللي كانت عندي مثلا حبيت ان انا لأول جات الفكر اعادت تدوير ان الحاجات ان انا اعادل فيها وغير من شكلها وبعد كده دخلت بقى في موضوع التفصيل ابتديت بقى ايه اشوف كده يعني كم موديل وكده حبيت ان انا انفزه يعني طب انت ما تعلمتيش في اي مكان هو كده انت على طول مارستي مع نفسك وابتديتي صح خالص يعني انا ما روحتش اي مكان خالص ان انا اتعلم فيه يعني دي الحمد لله من عند ربنا ربنا وهبهلي وكده يعني بس فالحمد لله يعني وابتديت ان انا اعمل الموديلز ومع كم يعني مع كم كده فيديو على اليوتيوب اتعلمت منه برضه طبعا هيزهر اصلا يا ايمان للناس طبعا البيتش بتاعتك وازهر امتل فنتك وكل حاجة اه 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 طب قوليلي بقى انت نفسك اصلا تحققى اي قدام او تكوني ايه ان شاء الله يعني تكوننا برندات ان شاء الله باسمي والحمد لله ان انا من اول يعني سداني ايديت بقالي السنة بس في المجال قدت لسه هقولك انت بقاليك اصلا قد ايه لا بقالي السنة الحمد لله اه من اول مرة صممت فيها اه اه اي موديل يعني اه كان من اول مرة طلع التصميم يعني بروفيشنال جدا اه كان الحمد لله كل اللي يشوف الحاجة بتاعتي والاهلي بقى الاقارب وكده يشوف الدزاين بتاعي اه كان يعجبهم ومشاء الله كانوا بيشجعوني يعني ان انا استمر في الموضوع دوت والحمد لله اه اتعرفت بقى عملت جروب ليا اه اسمه انتي احلى وابتديت بقى اعرض فيه شغل وكده وكله بقى بيعجبوا الشغل و وناس كثير بقيت طبعا تعمل لي منسنشبوا كده يعني للصفحة بتاعتي الجروب والحمد لله يعني ربنا وفقني الحمد لله انتي اصعارك انظم اكلمي كده الجمهوري عنها يعني اصعار رمزية جدا يعني الحمد لله يعني ما بحبش ان انا اغلي خالص على حد واننا كمان عملت قناعة على اليوتيوب لوجه الله ان انا لو اي حد حابب ان هو يتعلم اه بعمل الطرق بتاعتي والتصميمات بتاعتي بصورها وبنزلها على اليوتيوب كمان على فكرة انا عايشة يا جماعة في مجال التفصيل ده عشان انا عندي يعني برضو حد كده زيك يا ايمان يعني طبعا يعني مش هينفعك انهاية الشخصية فبردو كنت انا صغيرة كده بحب اتعلم منه والله في جد يعني ايه امراض خيلي وعندها قاتلي وعايز اقولك انا عملت فيها موقف مرة واحش اوي انا صغيرة سيكت فستين كان بتاعها روسا والله وقصت هولا وكانت لسه جاة استلموا بكرة تيبوا تخيلها والله العظيم نزلت يعني جابوا قمش تاني فانا بحب جدا المجال ده اصلا تعلمتوا منها يعني كنت بحب كده عرف جنبها وهي بتعمل طيب قوليلي الاقمشة بقى اللي انت استخدميها وإيه الاقمشة الجديدة اللي نزلة في السوق هو طبعا اشي تدوت كان الترند بتاع الاقمشة كان الجلد يعني كان الجلد كان موضة جدا السنة دي في الفستين برضو انا بشوف البناطيل الجلد بس هو في الفستين برضو ولا ايه اه طبعا نازل في الدرسات ونازل في الجواكت ونازل في البرزرات والنازل يعني موضة يعني يعني السنة دي كانت موضة الجلد هو واخد الترند نومبر وان يعني اه وفيه برضو كان نازل اللي هو الكارو كارول صغير كان نازل بجميع الوان وكان ابيض وفيه سود اه سود في اي لون تاني اه وفيه خامات برضو كتير الخامة اللي هي السويدي اه عامنا زي الشموى كده اه كانت برضو جميلة جدا ماشية في الشتاء السنة دي والالوانات بقى اللي هو اللون برضو كان المينتو هو اصلا ملك الالوان اللي هو الاسود يعني بس اي ما اريد اسألك سؤال هو انتي لو جي حد يعني عايزي فصل بناطيل وحاجات دايقة مش بتوافقي صرح ولا ايه اه لا مش حاجات يعني كل يعني كل الديزاين بتاعتك والحاجات دي اه يعني حاجات حلوة واسعة كده اللي هي ملتزمة يعني اوه فعشان كده بسألك ايوه طبعا يا دي طبعا اول حاجة واهم حاجة يعني اوه طبعا اه فهي البناطيل الحمد للان هم يعني كل اللي بيطلبوا بيطلبوا ان هو الحاجات اللي هي الواسعة يعني اوه اوه ما وردش معايا بقى الحاجة دايقة والكده هم بقى عايزين بقى يضيقوها بره يزبطوها يعملوا اللي هم عايزينوا بقى برحيتهم بقى طيب كلمينا كمان عن الالوان الايام دي برضو سايقس يعني في السوق كتير او موضة اه هو انا زي ما قلتلك اللي هو اللون المنت اللون المنت ده وتطالع موضة برضو اللي هو يعني زي الفيروس دي كده اه ده طالع موضة وطالع جميل جدا وعندك بقى اللي هي اللي هي الالوانات اللي هي الكاشمير واللي هو الموف الفاتح جدا ده برضو جميل جدا وطالع عموضة برضو سايقس طيب انت ايه في وجهة نظرك الالوان اللي عمرها ما بتقدم فيه الوان كده دايما تفطل ما بتقدمش هو انا زي ما قلتلك اللي هو اللون القسوة طبعا والالوان الاساسية يعني هي دي اللي مش بتقدم ابدا يعني والبنيات والكاشميرات دي ما بتقدمش كله بيحب لون الكاشمير ده جدا يعني حتى انا لابسيه برضو النهار ده يعني بحبه بلده طب لا مش هاي ايما انت بتروحي جيبها بنفسك ولا الناس هاي اللي بتطلبي هما اللي يجوبها لك مثلا عشان يشوفوا بنفسهم السعر بحيث ان مثلا لو حد جاه قالك فصالي مثلا وانت قلت له ده هيتكلف كذا وده هيتكلف كذا ميقولش مثلا انت بتغدي كتير انا الحمد لله انا باجيب بالاتواب ولو عجبهم حاجة من عندي بيصموها يعني وبعمل لهم القماش اللي عندي والحمد لله يعني الموضوع اصلا يعني الرزق جاني من حيث تتفيه ناس حبه ان انا اجيب سريطهم برضو كان في حد كاتب على جروب كبير عندنا في المنطقة عايزنا مصنع ان هو يصنع ملابس وكده بحيث ان هم هيحد مصنع يصنعها لهم وياخدوها ويبعوها فانا رحت عاملت كومنت قلت لها الجروب بتاعه وتفضل يتفرجي يعني وكده فقالوا خلاص ماشي ممكن نجرب عينة وكده هم ما صدقوش يعني من التشطيب يعني قالوا احنا فين كنا عند مصنع قبل كده ومعجبناش التشطيب ولا التنفيذ بتاعهم هو انت فيه ناس تحت ايدك يا امير صح ولا انت بس بتعملي لوحدك اه لا لوحد ايه ده بجد طب انت عندك بتلاقي وقت ان انت تنظمني وقتك الحمد لله يعني وبتدير ان انا اعلم والدتي ان هي تقعد برضو استعيدني معي ايه ده ماشاء الله انا عايزة تعلم يا امير هتيني عليك والنبي يعلميني تعالي ما فيه فجأة برضو هقول عليها ايوة ما انا قديم لأي غرقا ان شاء الله هتكملي القصة بس فابتدوا بقى ايه ان هما برضو هما استاذ برضو خلوني موضوع ان هما يجيبوا الاتواب واصمموهم برضو باسعار رمزية ويبقوا يعاملوا اعلام ممول وهما اللي ده شغلوهم اللي معروض دوت على الشاشة اللي هو صفحة بتاعتهم اسمها امي اي زد اس يعني واخدين اول حروف من اسامل بتاعتهم يعني برضو هو دوت تصميمي وهم بيعرضو الحمد لله رفوهات كلها بتيجي الحمد لله كويس ما فيش اي دفوهات خالص يعني الحمد لله انت بتعملي امان فستين افراح انا بصراحة دخلت كده كان عندي في دول ان انا ادخل عندك على الجروب بس ملقتش يا فستين افراح بس اوكي انت بتعافي تعملي صح ولا انت مش شغالة فيها اصلا بصي هو انا دلوقتي مبدئيا في اللي هو السوريهات الافراح ديت هي في دماغي برضو ان شاء الله ونوعي ان انا ان شاء الله اعملها برضو من نفس مش محتاجة ان انا اروح مكان ان انا اتعلم فبتيجي الفكرة كده من عند ربنا الحمد لله وان انا لازم انفزها طب قللنا بقى على المفاجئتك بقى بما اننا يلا في البرنامج كنت قولي في مفاجئة كنت قولي لي مفاجئة قوليها بقى لجمهور المفاجئة ان انا عاملة كرس بسعر رمز جدا اللي حابب ان هو يجي يقدم فيه ويتعلم بسعر رمز جدا وان شاء الله في البرنامج ده هوات اول عشرة هيتسلو بيه هيبقى يعني خمسين في المية خاص معنا السعر اللي انا ان شاء الله أنا عايزة 50% لو سمحتي أنا هو أول واحدة لو سمحتي حاجزة أنا عايزة عيني عيني والله ربناك على فكرة يا جماعة أنا شفت شغل إيمان حلوي جدا أنا لازم بجرب أي حد قبل ما ييجي شغلا بجد جميل جدا ما شاء الله عليها وفعلا التقفيل بتاعها جميل جدا جدا طيب يا إيمان قوليلي أنت حابة تشكري حد مين بيد عامك أنت قلت لي والدتي صح ومين داني هي والدتي ووالدي برضو هو برضو ولي صنع وفتك لأنتي مشحتة طمع كتير أختي يا ما شاء الله أنا وإن شاء الله تيجي عندكم برضو في البرنامج هي برضو بتفسر تفسير أحلام وكده إن شاء الله هتيجي قريب إن شاء الله البرنامج برضو واتظهر إن شاء الله عايزة طب حابة تشكري أي حد من خلال البرنامج أنا أشكر طبعا عائلة كلهم يعني هم بيدعموني وبيشجعوني ومبسوطين كده وكل طبعا التعامل معايا يعني كفية كده لمعت عيني وكده من فرحة الدزاين اللي أنا بعمله لهم والحمد لله ربنا رب يخلم لهم لك يا مين الله يبريك لك نورتينا والله في البرنامج الله يخليك ربنا يخليك يا رب عزيزي المشاهدين دي كانت آخر فقرة لينا وعبما إن فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة أي حد عايز يقدم فكرته ويقدم شغله ويقدم أي حاجة يكلمنا ويتواصل من خلال أسرة البرنامج واستنونا الحلقة القادمة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة